لا تكف إيران في كل مرة عن الخروج للإفتخار بما تعتبره نصراً ويعتبره خصومها استحواذاً أو احتلالاً أو تدخلاً سافراً على أقل تقدير في العراق كما الحال بسوريا واليمن وحتى لبنان تتطابق الرايات الصفراء أيديولوجية وممارسات ويستمر التمدد والتواغل لأذرع لا يميز فيها العسكري من السياسي تفترق هنا وهناك لكنها تجتمع في طهران وطهران أيضاً باتت شديدة الحرص على إظهار تبعية أذرعها لها فتتفاخر بصنيعهم تارة وتحذر من المساس بهم تارة أخرى كما حدث مع ميليشيا النجباء مؤخراً ومن قبل مع ميليشيا حزب الله اللبناني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي خرج مدافعاً أو حذر مهدداً من المساس بميليشيا النجباء بعد أن اعتبرتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية هذا الدفاع أو الرعاية لم يكن جديدين على الإطلاق فالبروبوغاندا الإعلامية سواء لهذه الميليشيات أو حتى إيران تدأب على إعلان الولاء للمرشد الإيراني علي خامنائه لكن توقيت الإدانة وظروفها يحيل إلى الصراع القديم المرشح للإشتعال فهو يأتي وقد وصلت الأمور بين شركاء العملية السياسية في العراق إلى حد الاتهامات وربما أكثر فهذه كتلة صادقون التابعة لميليشيا الحشد تتهم حيدر لعبادي بالعجز أمام إخراج الأمريكان من العراق لكن الكتلة نسيت أو تناست أن من أرسد عائم العملية السياسية وولاة نعمتهم والتي باتوا طرفاً فيها هم الأمريكيون أنفسهم وفي العراق كما في إيران يستمر الصف الإيراني بالغناء على اللحن ذاته فيخرج مسؤول إيراني رفيع ليعلنت أن إيران تسيطر على خمس دول في المنطقة وتتمدد حتى تنزع يد الولايات المتحدة عنها لتحل محلها الإمبراطورية الفارسية هذا الكلام لعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران رحيم زغدي وبعيداً عن ما يمكن أن تستدركه بيانات الساسة أو فرضيات الحرب على عدو مشترك أو حتى بديهية دول متحالفة فإن نظرة عن قرب تؤكد وتثبت أن المنطقة أخذت بالخروج من حرب الوكالة إلى صدام مباشر بين الأطراف